أخيراً مباراة أسوان كيف تراها يا شيكر؟ مباراة أسوان مش هتكون مباراة سهلة بسبب المطش اللي فات النتيجة بتاعة الهلال وزيد زي ما كلمنا كابتن عن موضوع الإرهاق البدني ولكن أسوان مش في أفضل حالتها أسوان من بعد المباراة اللي كسبوا فيها الزمالك اللي كل كان بيشيد بياه لقى بسبعة مباراة خسر واحدة وتعادل خسرت عفوا خسرت اتنين وكسب واحدة وتعادل الربعة ففي أزمة عند نادي أسوان بقى لهم يعني ما كسبوش غير مطش واحد بس ولكن يا كابتن نادي أسوان بيلعب إزاي؟ قبل ما تكمل كله بيبقى عايز يحل مشكله على حساب النادي على حساب النادي أكيد أكيد ممكن يكون المطش يمشي إزاي؟ بنسبة جميلة ممكن يمشي شبيه شوية لمباراة الزمالك اللي هو كان دايماً كابتن أيمن بيلعب كورة عالية والسكن بقوله كورة تانية مين بيأخذها بالضبط؟ كانش يبتدي من تحت خالص كل اللي كان بيطلع حتى من الجون يا دوبك يلعب السنتر باقي يوم اللاعب العالي والكورة التانية اللي بتنزل بيبقى في ضغط كبير جداً من اللعيب أسوان عشان ياخده كورة وفيه برضو حاجة ممكن تكون طبعاً مميزة إن الرجل بالحاج اللعيب أكتر من هاي اللي راح الزمالك يا كابتن إسلام اللعيب رائع مش موجود فهيأثر ولكن عندهم ديلسون الوينج رايت الأسمراني ده الأفريقي لعيب سريع جداً 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 وكل اللعب ده ما بيبقى عليها هو محمد حمد زاكي فمباراة مش هتكون سهلة ولكن زي ما بنقول يا كابتن لازم كولر يحافظ شوية على موضوع المخزون البدني وده اللي احنا كنتكلم عنه مباراة الهلال انت بتستفيد منها إيه؟ إن كولر دلوقتي أجواء الأفريقية لسه جديدة عليه وهو كان حتى في مؤتمر صاحب الوصد عافية زيزوي فيلر فيلر برضو أنا فاكر كان بين يعني فاكر فيلر بعد برضو مطش الهلال اللي كان فيه مشكلة ده برضو تلعوا اتكلم قالك دي مش أجواء طبيعية ثم دايما الناس اللي لسه جديدة على أفريقيا بس اكتسب خبراتها يا كابتن عشكا بقولك مباراة الهلال النادي الأهل يستفيد منها بشكل كبير جداً ومباراة أسوان مش هتكون سهلة ولكن النادي الأهل إن شاء الله قادر على تحييط سرسنا قاطع لا هي يعني زي ما قولنا كده هي صعوبتها في أن أنت جاي من خسارة فأنت تبقى نازل عايز تعوض الموضوع ده بالإضافة أنت بعيد عن الدوري بقى لك فترة فأنت برضو محتاج فكرة الهاجز بتاعك أن أنت مش عايز تفقد النقاط في المورات ومجحش تفضل بعيد لأنه برضو كان ميزة كويسة وإحنا في كاس العام للأندية النتائج إلى حد ما بتاعت الأندية المنافسة خدمت النادي لأنه محدش قرب منك وكلهم تعصروا بينهم من بعض فدي كانت حاجة كويسة جمهور أسوان طبعا في أهلوية كتير جمال والمباراة هتبقى جمهارية كويسة نستغل الفرصة اللي أجلنا احنا ملعبتها أسوان أو حتى في الأجواء احنا خلاص يعني هو يومين فأنت متعود اللعب خلاص بتاعت الساعة ثلاثة دي مش مفهوم ما تبقاش أزمة اللعيبة أكيد هتبقى عايزة تصحح الخطأ وتعدي في الدوري عشان خطر طول ما انت في مباراة الدوري بقى أقل ما جوي كاب تكسب أو بتستغل الفرص ده هيرايحك لما تيجي تلعب في أفريقي عشان خطر فرق النقاط هو ده اللي هيديك المساحة أصوان ترتيبه برضو هنتكلم في التاسع أو العاشق يعني هيحاول أن هو يبعد هم برضو الحالة اللي عملوها بعد مباراة الزمالك هم بيحبوا هي مباراة الأهلي هي مباراة العمر حتى شايفينهم بيسوقوا نفسهم بيسوقوا الملعب عايزين يعملوا إعلانات يبيق حتى مباراة ساعة ثلاثة في يوم في وسط أسبوع فيه شغل لكن قيمة النادي الأهلي هو بيعايز يستغل كل حاجة نوعه يربط اسمه مع النادي الأهلي فدي دي بتبايل قيمة وشعبية النادي الأهلي اللي كل بنتكلم فيها كتير والحربية اللي بتزوق الأدوبيس والحاجات الجميلة دي كابتال إسلام فقه الجرار فإن شاء الله كل الناس تبقى مبسوطة في أصوان النادي الأهلي هناك وكابتال خطيف حتى بكرة تقريبا هيبقى في الزيارة المؤسسة حالة تبقى كويسة يبقى ختمها ان شاء الله لنادي الأهلي يخرج من أصوان بتلت نقاط ثمينة جدا